ترجمة نانسي قنقر كما تم استعراض العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين المتخصصة في مجال الكهرباء والماء والطاقة المستدامة وسبل تعزيزها هذا بالإضافة إلى تبادل الأهداف ووجهات النظر وتوحيد الجهود في مجال استدامة المياه وبين الوزير المارك الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل توفير الكهرباء والماء لكافة المواطنين والمقيمين وتحقيق استدامة الموارد المائية وفي ختام اللقاء أكد سعدة الوزير على استمرارية التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والموارد المائية